أعزائي المشاهدين مرحبا بكم في نشرتنا الجوية اليوم الأحد 11 أبريل 2021 عشنا هنهارات بعض التقالبات الجوية أهمها تواصل لهبوب رياح قوية قرب السواحل وبالجنوب درجات الحرارة اليوم كانت بين 18 و 25 بالمرتفعات والمناطق الساحلية ببقية الجهات تراوح بين 26 و 31 درجة مميزات التقس نشوفها أكثر من خلال سوى القمر الاستناعي التقس كان قليل السحب بأغلب المناطق الليلة التقس بشيكون مغيم جزئين في أغلب الجهات مع إمكانية نزول بعض الأمتار المتفرقة بالشمال الغربي والريح تتواصل قوية قرب السواحل وبالجنوب ودرجات الحرارة بشتتراوح بين 11 و 18 درجة في الشمال والوسط وتكون بين 17 و 21 ببقية الجهات غدوة التقس بشيكون ملائم لظهور ذباب محلي في السباح ثم يتواصل مغيم جزئين في أغلب الجهات مع إمكانية نزول بعض الأمتار المتفرقة والمؤقتة الرعدية بالمناطق الغربية للبلاد والريح تكون من القطاع الشمالي قوية قرب السواحل وبالجنوب ودرجات الحرارة بشتعرف انخفاض في الشمال والوسط ونشوفه هذا من خلال قراءتنا التفصيلية في تونس الكبرى 22 17 بقليبيا 20 بنابل زغوان 21 19 ببنزارة 19 كذلك بتبرقة 21 في جندوبة 20 في باجا 19 في سيليانا الكيف 20 في مناطق الوسط 20 بـ 23 بالقيروان بجهة الساحل بسوسة 20 17 بالمونستير 19 بالمهدية 19 أيضا في سفاقس وقرقنا في سيدي بوزيد 24 24 كذلك بالقصرين بالنسبة لمناطق الجنوب الغربي في قفصة 27 في توزر 30 في قبلة 29 بقبسة 22 وببقية مناطق الجنوب الشرقي بجربة 21 22 في المهدية 24 في تطاوين ورمادة 29 درجة فيما يخص الملاحة والصيد البحري مناطقنا تعرف إعلام برياح قوية والإعلام ذايا سيري المفعول مدة 24 ساعة ويهم شمال تونس ثم لاحقا بقية المناطق بخليج تونس ومنطقة سيرات الريح تكون جنوبية شرقية في الشمالية غربية وسرعتها تكون بين 20 و30 عقدة والبحر يكون شديد الاضطراب بقية السواحل الشرقية الريح تتواصل جنوبية شرقية في الشمالية شرقية وسرعتها تكون بين 20 و30 عقدة وتصل مؤقتا إلى 35 عقدة والبحر يكون شديد الاضطراب كل عادة نعطيكم فكرة حول درجات الحرارة ببعض البلدان العربية والأوروبية نواق الشط 36 الدار البيضاء 21 أمتار بالجزائر 19 ترابولس 28 مع بعض السحب 37 في الخرطوم التقسي كون صافي القاهرة 24 مع بعض السحب المدينة المنورة 35 المكة المكرمة 36 أبوظبي 36 مصقة 33 الدوحة 37 الكويت 32 مع بعض السحب بغدد 28 بعض الأمتار بالشرق الأوسط في دمشق 17 بيروت 16 17 في القدس الشريف في اسطنبول 13 درجة مع بعض السحب وببقية البلدان الأوروبية تقسي بصفة عامة يكون ممتر في روما 16 مرسيليا 13 بيريز 13 أيضا 10 في جنيف 9 في بريكسيل فيينة 18 درجة مدريد 17 مع بعض السحب ولشبونة 19 درجة توقعاتنا الجوية إن شاء الله للليمات القليلة القادمة نهار الثلاث إن شاء الله بعض السحب تكون موجودة في أغلى مناطق البلد وتقسي يكون مغيم جزئين تتكاث خاصة بالمناطق الغربية درجة الحرارة تراوح بين 18 و17 في الشمال والمرتفعات وتكون بـ 23 وتوصل لـ 30 بأقصى الجنوب الريح تكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب تكون مثيرة لدووير رملية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات والبحر يكون شديد الاضطراب فهائش بالشمال ومضطرب ببقية السواحل نهار لربعة درجة الحرارة تعرف في انخفاض نسبي بعض السحب تكون موجودة في أغلب الجهات والريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات والبحر يكون مضطرب في كامل مجالاتنا البحرية أوقات الشروق والغروب الشروق حول الله يكون على الساعة الخامسة وتسعة وربعين دقيقة والغروب على الساعة السادسة واثنين وخمسين دقيقة الأكثر تفاصيل ومعلومات تزوروا الموقع الخاص للمعهد الوطني للرسد الجوي الموزع الصوتي والتنجم تتفعلوا معنا على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمعهد أوقات الصلاة اليوم غد سلاة الصبح على الساعة الرابعة وثمونتاشين دقيقة الظهر منتصف النهار وسبعة وشرين دقيقة العصر على الساعة الرابعة بعد الزوال المغرب على الساعة الساعة وخمسين دقيقة والعيشاء على الساعة الثامنة وثلاثة وعشرين دقيقة وتوى نشكلكم على حسن المتابع والاهتمام وليلتكم زينة